دلوقتي مشاهدين معد مجز لهم الأخبار مع هالا شكرا شازلي أثنبنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة بقوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة يأتي ذلك في إطار جملة الثوابت المصرية التي تؤكد عليها القيادة السياسية دائما وأبدا بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام وموقف المعابر مع القطاع بشكل خاص يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عشرة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين شرقي مدينة رفاح الفلسطينية يأتي هذا في الوقت الذي اندلعت فيه حرائق في بعض المنازل جراء القصف المدفعي الإسرائيلي وسط مدينة رفاح الفلسطينية قالت صحيفة بوليتكو الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي إن الوضع سيستمر على حاله في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري على الأقل وأوضحت الصحيفة نقلا عن المسؤولين أن هناك شكوكا داخل الإدارات الأمريكية في إمكانية توصل إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق نار وفق المقترح الحالي مشيرين إلى أن إسرائيل وحماس توافقان على شروط المرحلة الأولى من مقترح الصفقة والخلاف بشأن إنهاء الحرب تبدلت حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود وأوضحت مصادر اللبنانية أن حزب الله قصف موقعي السماقة وزبدين في تلال كفرشوبة ومزارع شبعة المحتلة وألحق إصابات مباشرة وأضافت المصادر أن حزب الله قصف أيضا موقع رمزة في تلال كفرشوبة اللبنانية وألحق إصابة مباشرة من جانبه أعلن جيش الاحتلال لأنه استهدف عدة مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها قتلت أسامة جمال المسؤول الكبير في تنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية شنتها في سوريا وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن مقتل المسؤول الكبير سيؤدي إلى تعطيل قدرة التنظيم الإرهابي على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية أكدت منظمة الصحة العالمية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإحتواء كارثة إنسانية تتكشف في السودان وطالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم الأطرافة بضرورة وقف إطلاق النار في السودان وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام في زيارة دولة تهدف إلى تعميق العلاقات بين موسكو وهانوي وهذه هي الزيارة الخامسة التي يقوم بها بوتين بصفته رئيساً لروسيا وتأتي بعد رحلة قام بها إلى كوريا الشمالية حيث أبرم اتفاق دفاع مشترك مع بيونج يونج انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل